بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وفحبه أجمعين أود في البداية أن أشكر جميع أعضاء لبنى دورة المطلوقات المؤفرين في جامعة الملك سعود على إتاحاتهم للقرصة للاشتراك بهذا البحث في هذه الدورة وشكري الخاص بزميل الدكتور عبدالبال عبدالجبال رئيس قسم التاريخ بكلية الأداب جميع الملك سعود على حسن تعاونه معي فله مني جميعا جزيلة شكرا الموضوع الباريات العربية وعلاقتها بالموضوعات دراسة مقارنة تعاونة البرديات العربية التي شعر استخدامها خلال القرون الأربع الأولى في الإسلام بما تابق وترق دامغة على المستوى الاجتماعي وفحابي الذي وصل إليه العرب المسلمون خلال هذه الفترة من التعريف الإسلامي سواء على المستوى الاجتماعي أو الإقصالي أو الإداري والبردية العربية والمخطوط العربي مصطلحان شائع لاستبدام بين الباحثين لا يختاريخات ولكنهما بمجهد ضد البعض المختصين لا يتلقيان فهناك من يطرق دائما بين المصطلحان حيث يفضل البعض تسنيع البرديات العربية والبرديات دون المخطوطات وذلك على الرغم من أن كل منه يعد نوعاً للأمواع الوطائب وبالتالي نوعاً للمصادر الأثرية للتعريف الإسلامي والتعريف المعاصر للوطيقة هو معارف حامل للمعلومات أياً كان شكله ونوعه وكانت تحرط دار الوطائب أي الوطيقة كانت تحرط في ما يسمى بالأرشيف أي دار الوطائب لقد كانت المصريون القدماء أول من استدوارت القرن في الكتابة وتوتيق المعارف المختلفة منذ القرن الثالثة قبل ميلاد وقد انتقرت فكرة استخدام القرن في الكتابة من المصري إلى بهاد اليونان في القرن الثالث قبل ميلاد قد إلاء رغم في القرن الثالث قبل ميلاد كما عيشته بعض المنطب الشرق الأذنى القديم وبصفة قاسة بلاد الشرق والعرب فلقد استردوا العرب المسلمون ورق برديون في الحلم مصر ووجدوه أكثر كناولا وأكثر سعرا من الرقب الذي يظلوا يستعملونه مع استعماله من بردي فقد ظل للرقب استعمالاتهم قاسة في كتاب المصاحف التي يراد لها أن تبقى بحالة جيدة زمن طويلة وكان العرب في قبل الإستان وفي صدريه يخلون على الرقب أو على الدفاع أو الخشب أو عظم الحيوانات وقد ظهر صناعة الورق في بغداد لمن الرشيد مكونة من الخلق والحشيش فكان النظر بس فرحا جديدا في عالم المحبوبات وعلى الرقب من النصرينيين أخذ من استخدم الورق العادي الذي يشيع استخدامه لكي يكون البديل العمل لورقية في معظم دول العالم لكن ظهر صدام الورقي حتى القرد الرابع الهجري أحد الوسائل المهمة لشيوى المعرفة ومع انشار استعمال الورقي الورق انحصلت أهمية الورقي والرق شيئا بشيئا إلى أن أهل استخدامهما في البتابة إلى الزواج أهمية الورقيات العربية أو الورقيات العربية تعد الورقيات العربية نوعا من أنواع المختار الإسلامية وبالتالي مصدر من المصادر الأدلية للتريك الإسلامي وذلك خلال القروم الأربع الأولى للإسلام وتتضح لها الأعملية الكبرى للورقيات العربية تعتدارها مصدرا صادقا لدراسة الحياة الإجتماعية والإصطاتية في الإسلام التي تتعرض لموضوعات تتنظر جميع منافع هاتين الحياتين كالإصالات الجزية والخراج والتعيين في مناصر الدولة والإدارة وطرق اتدارة لأعمال البنات والتعمير وعبود الزواج والبايع والشراء والتنازل وغيرها كثير ومتنوع كما احتوت بعض هذه الورقيات على دوانب بناسية والمغازي وبعض آيات القرآن والأحديث النبوية الشريطة كما أن هذه الورقيات وخاصة موجودة منها في مصر مقادر معلومات عن الطبقات الدنيا في المجتمع وهي قليلة بالمقارنة مع ما يوجد من معلومات عن الحكام والمقراءة للغاية والأولماء الذين يمثلون الطبقات العنية في المجتمع ذاته طبقاً عن أحليث علم العربيات في معرفة تاريخ اللغة العربية وتطلب خواعيدها الملابية والأسلوبية والأدالية مغالبية مغالبية الكتاب على أوراق البردي كتبت بالخط الليل أو الخط الحجاسي الليل والذي يدل على أحليث البرديات العربية من الناحية الغوارية أن أكثر نموذة بعضر عليه مكتوب بالخط العربي الليل كانت وظيفة بردية مؤلفة بعامل ديمانشهين نجرية وهي أعبار عن مكاتبة صادرة من أحد أولاد عامل بن العاص على إيناسيا في مصر مكتوبة بالعربية واليونانية فكانت هذه أكثر نموذة بالكتابة بالخط العربي الليل أو المطور مكتوبة بالخط العربي الليل بحسبت المقاعدة بالخط العربي الليل وظيفة البرديات العربية بينما اجتب بيها المستشيكون اجتباماً بالبعضاً بعد باريها المستندات معصر الأحداث التي بسجيرها ومحايلة لنفس الوقت لقد أخذ العضوة لتصفير المدنة المالية والمالية والاجتماعية للعصر الذي كتبت فيه وقد انتطلعت أولور الباحثين إلى أهمية هذه الواقعات منذ أن نشر مستشفى بالفرق الفرنسي سيلباستر أبوستاسي وقالاً عام الوقتين من البرد والتباتين بالدغة العربية في الصحيطة المعلماء الساطرة في باريس عام 1925 مبادية ومنذ ذلك يزداد الرقور على أوراق باردية بالعربية واليونانية والبطلية في أقليل الفريق والقصر وفي أحميل وسفارة والأشمولين وبعض المناطق في محافظة أسود ولقد تنظر هذه المتارك البردية بصفة خاصة أقباراً هذا من حالة المجتمع المسري في عصر الغلاف وخاصة في عصر الوالي الأموي أورا بن جمعي ومن بيض المجتمعين من المستشعرين بأوراق الغرب العربية العلم المبساوي أغل رومان الذي يعتبر بحق المتخصص لفكم البرديات العربية مناطر لأهدية البرديات العربية قاموا مع الأشراف التابعة لجمع الزيور زيور التأسير والكسف فريدة من نوعها تذهب إلى تعليم وقراءة البرديات والمطلطات والمطلطة العربية الغريبة الغربية العربية والمطلطات العربية والمطلطات العربية لكل الأفضل من الألفات الدلالية أو الدلالات الدروية تحديثها المعي ولكن بعض الألفات تحميلوا أهل الاختصاص دلالات الدستماحية أذية من دلالاتها الدروية والمخطوط باللغة هو كل ما كتب في قبل اليد سواء كان الكتاباً أو وطيقاً أو نقشاً على الحق ولكنه في الاختلاح يتقصر على الكتاب المخطوط في قبل اليد وبذلك استفعى الوطائق من الوطائق والكتابة على البراد والعملات والمسؤولات ومعكي حقنها لأن هذه الأشكال من الكتابة تدخل تحت عن أخرى العلم الوطائق وعلم الآتاء ومعنى هذا المعين المخطوط ينصر على الكتاب ولا يتقصر على الكتاب من المشكلة المخطوطة هذا ويمكن حصل المخطوط المخطوط في مياه واحد المخطوط باللغة هو المخطوط باليد في أي نوع من الأدواع الأدب سواء كان على ورق أو على أي مدى أخرى من بلول والأدواع الدولية القادمة في مياه المخطوط بالإصطلاح هو كتاب في خط اليد تنييزها عن التبار أو أي وطيفة أخرى كتبت في خط اليد خاصة في الكتب التي كتبت قبل عصر التبار وبذلك تبدأ بالكلمة مخطوط لغة المعدة لغة اللغة اللغة الإنجليزية مانوسكريب والتي تدقلق من مسئل الأول مانوال يدوي واسكريب معنى خط يد أو مخطوط والتي فقطبرت أصل يناني ولها جاء كلمة سكريبتوريا والتي كانت تشير إلى قاعد المسك التي عفت أوروبا في الأسفل المسك وقد تقول هي التي عفت على عرب اسم الورق أي مكان الخطنة كل ما يتعرض بالإداء أو مخطوط وإن ساحب نفس المعنى على ورق القردي فقد روحك لدى دوريك في بابيروس وهي أصل كلمة بيبر الإنجليزية التي تعني ورق أو تعني صلاحة مقالة أو بحكم ويعتقد أنها مشتطة من ضغط مسك الخطين بابيروس أي الملك الخطنة الحقية المتبه إلى القصر حيث كان صنع الورق احتكاراً ملكيين كما أطلق العرب على لحظة القردي كان لغزة كرطاس وقد يقول معناها الكرطاس هنا هو الورقة الوطوية بشكل معين وقد تكون المكتوبة ومطوية بشكل معين وقد أولدت كلمة بيبرتاس للكرآن الكريم لتبلي على الصحيبه مراتان في سورة الأنعى البتيات العربية وعيد المخطوطة ترجمة نانسي قنقر